السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة هنعمل مع بعض النهاردة البيتزا الايطالية بالطريقة الاصلية هنعملها مع بعض زي ما انتم شايفين شكلها كده يجوع يلا بينا على الطريقة والمال معايا 3 كبات ونص من الدقيق هحط عليهم معلقة ونص من الخميرة الفورية ومعلقة كبيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الملح لو الخميرة بتاعتك مش متأكدة منها ممكن تحط الخميرة مع معلقة السكر وشوية مياه دفين وتسيبهم لحد ما تشوفين كاية الخميرة بتاعتك يعني نشطة ولا لأ انا عشان متأكدة من الخميرة فحطيت كل على بعضه ومعايا كمان هنا معلقة كبيرة من زيت الزيتون لو مش متوفر عندك تستعمل اي زيت موجود عندك دي المكونات الاساسية للبيتزا الايطالية لو عايزة بقى تحطي بيض وبتاع لبن بودر دي بتقلي بيها حاجة تانية خالص بعيدة عن البيتزا الايطالية خالص وهنا معايا كباية مياه كبيرة ببدأ احط المياه كده بالتدريج الحد ما بتتكون عندي عجينة هي دلوقتي طبعا محتاجة مية حضف لها هاعجينها بقى لمدة عشر دقايق مش اقل من كده عشان النتيجة تطلع معايا كويسة وبعد ما عجينها وريكم قوامها بيكون عامل ازاي ودي شكل العجينة بتاعتي بعد ما قعدت عجين فيها تقريبا عشر دقايق بيكون شكلها عامل كده معايا هنا البولة بتاعتي اللي انا قدت بعجين فيها مغسلتهاش حطيت بس فيها نقطة بسيطة كده من الزيت وهبدأ احط العجينة بتاعتي بالشكل ده كده واغطيها كويس واسبها لحد ما تخمر براحتها خالص 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 اهم حاجة كمان انك تخمرها كويس هنعمل صلصة البيتزا على ما العجينة تخمر معايا هنا عصير طماطم ومعايا ملح وفلفل اسمر ودي اوريجينو بصراحة انا مش عارفة اسمها ايه بالعربي يا ريت اللي عارف يقوللي ومعايا كمان شوية من الرحان البودر لو عندك فرش يبقى حلوة اوي وهاخد كمان نص معلقة من السكر في حل على النار فيها معلقتين من الزيت سيبتهم يسخنوا حلوة اوي هنزل عليهم على طول بعصير الطماطم ما اضفتش انا بصل ولا طوم ولا حاجات من دي خالص دي حاجات زيادات بقى حسب راحتك لو عايزت اضفيها دي حاجة ترجع لك بس الاساس ما فيش بصل وطوم وحاجات من دي حد اضيف التوابل بتاعتي ملح وفلفل والرحان الرحان اساسي في الاكل الايطالي ونص معلقة من السكر لو مش موجود عندك حاجة من التوابل دي مش متوفر عندك ما فيش مشكلة ممكن تشليها ولو عايز تضيفي توابل تانية برضو حاجة ترجع لك انا بقول لك على الاساس وانتي لك بقى الاضافات واتسوفي انتي حب اكلك يكون التسي بتاعه وعمل ازاي وحغطيهم وحسيبها تتسبك دي العجينة بتاعتي بعد ما اختمرت زي ما انتم شايفين ملت للبولا كلها اهم حاجة التخمير حبدأ بقى دلوقتي اقسمها كده لجزئين شكلت العجينة بتاعتي لكسمين وحسيبهم الحد ما يرتاحوا تقريبا عشر دقايق كل كمان ما تسيبيها ترتاح كل ما تحصل على نتيجة احسن حسيبهم يرتاحوا عشر دقايق وبعد كده نشكلهم للبيتزا بتاعتي هحتاج جبنة مصدرلة جبنة برمجان وكمان معايا الصلصة اللي احنا عملناها مع بعض وكان عندي شوية من لحمة مفرومة متعصجة في التلاجة فقلت استعملها ومعايا كمان دي انشوفيز عبارة عن سمك مملح بيبقى حلو جدا مع البيتزا بالنسبة بقى للحاجات تحط على البيتزا دي حاجة اختيارية زي ما تحب حطي عايزة تحطي خضار زي ما تحب حطي ومعايا كمان شوية من الدقيق عشان الفرد العجين خدت هنا اول قرة وبدأت فردتها كده زي ما انتم شايفين مع زرع عن هدوم اللي بقت كلها دقيق لو حابة تعمليها على طول في الصينية اللي انت هتحطها فيها في الفرن يكون احسن بدل الدوشة اللي هو حواليا دي كلها فردت العجينة كويس قوي وبعد كده دلوقتي حبدأ احطها في الصينية اللي هتدخل الفرن هاخدها كده هشيلها وعشان العجينة يعني عجنتها كويس ومغضومة في العجين فبتتشال معايا بكل سهولة وحرقها كده ودها يمين او ودهاش مال ما بتقطعش معايا زي ما انتم شايفين هبدأ بقى ازبطها كده على قد الصينية بتاعتي هبدأ بقى احط الصلصة بتاعتي على البيتزا بالشكل ده كده الكمية بقى الصلصة اللي انت حباها عايزة تحط شوية عايزة تحط كتير ده براحتك وحسب يعني حسب مزاجك او حسب انت بتحبيها ازاي انا عن نفسي بحبها تكون الصلصة فيها كتير حتى زي ما انتم ملاحظين تحس ان الصلصة كتيرة بحس ان هي بتدي تيست احسن يعني هبدأ حط شوية كده من الجبن البرمجان لو مش موجود عندك مش مشكلة خالص مش هتأثر كتير في الطعم بس هي موجودة عندي فقلت احط شوية وحبدأ بقى احط الجبنة المصدرلة هنا مشهورة قوي البيتزا بالشيز بس يعني ممكن بالجبنة كده وبس وتكون كده البيتزا الجهزة عندك تدخلها على الفرن وخلاص انا بقى عشان عندي شوية لحمة مفرومين زي ما قلتلكم حبدأ احطهم كده على الوش وبصراحة انا بحبها اكتر حاجة بالجبنة بس وبالانشوفز هضفهم كده وتكون جهزة معي بقى هدخلها الفرن وهنا فرت الكرة التانية وحطيت عليها السلسة و جبنة برمجان و جبنة المصدرلة وهدخلها كده الفرن على طول مش هحط عليها حاجة تانية دي اول بيتزا جهزة معي دي البيتزا اللي باللحمة المفرومة زي ما انتو شايفين شكلها حلوة قوي و شكلها كده يجوع عايز اقول لكم ان الحتة اللي تلاسعت مني دي بسبب ان انا وديت صلصة كتير هناك يعني على الاطراف المفروض ما يتحط الصلصة على الاطراف حبيت اقول لكم النقطة دي ودي اللي بتزايد تانية اللي بالتشيز بس اول ما بتطلع على طول من الفرن بقوم حتى الانشوفيز عليها علشان السخنية يعني السخنية بتاعت الجبنة تاخد من طعم الانشوفيز بتديها طعم حلو قوي بجد لو عندكم متوفر عندكم السماك المملح ده جربوها بيها جميلة في انواح كتيرة جدا من البيتزا دولات اكتر اتنين فيه نوع ثالث بحبه قوي قوي هعمله لكم في وصفة تانية مش عايزة هلقلكم بتعمل بايه وبكده يكون الفيديو النهاردة خلص اتمنى الفيديو يكون عجبكم لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك ولو لسه ما اشتركتش في القناة اتمنى تشترك في قناتي وتشوف الفيديوهات اللي قبلي كده وتقولي رأيك فيها بس كده اشوفكم الفيديو جاي ان شاء الله باي